رحلة إلى نهاية الكون بسرعة الضوء كم نحن ضائلين للغاية لنتخيل أننا قمنا ببناء سفينة فضائية تسير بسرعة الضوء فنسافر بها دون أي مخاطر وبدون أن نغير نظرتنا إلى الزمكان نبدأ رحلتنا الخيالية في الأول من يناير الساعة الثانية عشر بالضبط في منتصف الليل ونبدأ بالقرب من الشمس بأقصى سرعة نتخطى كوكب عطارد بعد ذلك كوكب الزهرة عبرنا 150 كم بين الشمس والأرض وذلك في غضون ثمانية دقائق وتسعة عشر ثانية بعد ذلك نمر عند كوكب المريخ فيظهر الكوكبين سيريس وبلاس ثم نعبر عند الكوكب الغازي العملاق المشتري ثم بعد ذلك مدار كوكب زحل ثم كوكب أورانوس ثم نعبر كوكب نبتون البعيد وآخيرا نعبر كوكب بلوتو وقمره شارون بعد خمس ساعات وثلاثين دقيقة وثمانية وعشرين ثانية حتى لا انقطعنا مسافة 6 مليون كيلو متر وكل هذا لازلنا في الأول من يناير نغير مسارنا ونتجه بشكل عمدي نحو مجرتنا ستجدوا في الخلف أن مجموعتنا الشمسية تبدأ في التلاشي عن الأنظار تبدو النجوم بعيدة للغاية فيبدو كما لو كنا لا نتحرك مر الآن عام ثم عامين ثلاثة أربعة عوام ضوئية أخيرا بعد أربع عوام فاصل اثنين وعشرين نصل إلى نجم قنطور الأقرب وهو أقرب نجم لنظامنا الشمسي حتى الآن قطعنا مسافة 40 تريليون كيلو متر ولازلنا في بداية رحلتنا مر حتى الآن عشر سنوات ضوئية وأخيرا بعد خمسين سنة ضوئية نرى الضوء الأخير لشمسنا فقد أصبحنا بعيدين جدا عنها وتبدو نجوم المجرة مجتمعة سوية مر الآن مئة سنة ضوئية فنجد الغازات والغبار الفضائية بمجرتنا يملأ الآفاق وبعد مرور ألف سنة ضوئية تظهر أذرعه وهيكل المجرة بشكل واضح لكن تظهر مجرة درب التبانة بشكل كامل بعد مرور مئة ألف سنة ضوئية وبداية من تلك النقطة فإن كل ضوء يظهر هنا ليس نجمه فرديا بل هذا ضوء مجرة كاملة تتألف من مئات الملايين من النجوم وبعد مرور خمسة مليون سنة ضوئية نرى باقي المجرة الرئيسية لمجموعة المجرات المحلية وبعد خمسين مليون سنة ضوئية نجد عنقود العذراء المجري والذي يتألف من أكثر من ألفي مجرات ثم نواصل رحلتنا إلى أعماق الفضاء ولازلنا نعبر ملايين المجموعات من المجرات والآن مر مليار سنة ضوئية ثم خمس مليارات سنة ضوئية الآن وبعد اثني عشر الفا وتسعمائة مليون سنة ضوئية نعبر أحد أبعض الكوازرات نجم زعف شبيه بالنجم والذي يعد أبعض وألمع كويزار قد تم اكتشافه ثم بالنهاية نتوقف بعد رحلة طويلة لنترقب هيكل الكون فنجد عدد لا يحصى من ملايين المجرات تشكل سلاسل منتشرة في أرجاء الكون يفصلها عن بعضها البعض مساحات هائلة يا لهذا المنظر الرائع والتصميم المتنوعي والخلاب الذي يدل على أن قدرة الخالق تفوق قدرة وإدراك العقل البشري إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم؟ اشتركوا في القناة